هل تعرفون معنى سوء الإدارة والتخطيط؟ تعالوا لنستمع سويا لما يجري في العراق أتحديد النينوى مشفى يتم إنشاؤه بعد سنوات من العمل الطويل متخصص في الأمراض المستعصية كأمراض السرطان والكلة بأحدث الأجهزة العالمية لكن المشفى بلا كوادر ولا ميزانية تشغيلية أجهزة متطورة وردهات وغرف كاملة لكنها خاوية من تواجد بشرية هذا المشفى أنشئ في جامعة الموصل واستكمل قبل عام تقريبا وإلى الآن لم يتم العمل به للأغراض التعليمية البحثية كما هو مقرر فالجامعة لا تمتلك هذه الكوادر التخصصية القادرة على تشغيله ولا تمتلك حتى ميزانية تشغيلية لأجله ولم يفتح أمام المرضى من أبناء الموصل أيضا فوزارة التعليم ترفض دخول الكوادر الصحية لتفعيله والحجة أنه للأغراض البحثية ودائرة الصحة تريد أن يتخصص لعلاج أبناء الموصل خصوصا وإن هذه الأجهزة غير متواجدة في المحافظة لا بل حتى بجميع المحافظات العراقية باستثناء السليمانية والبصرة فاتحنا جامعة ولقاءات مع جامعة وتم عقد اجتماع مع الكوادر يعني مع السيد غصيل أحمد حول هذا الموضوع وطلبنا منه وأعلننا إحنا استعدادنا الكامل يعني لكن لحد الآن ما صار أي اتفاق طبعا الأجهزة الموجودة بالمستشفى يعني يحتوي على أحدث أنواع الأجهزة الطبية المتطورة يعني أنا برأي وحسب ما بلغنا معالي وزير الصحة عندما رأى قال هذه الأجهزة حتى بغضاء ما موجودة هؤلاء الذين أمامكم استيأسوا وهم يبحثون عن العلاج الإشعاعي المتواجد في جامعة الموصل يصرخون ويتألمون ولا مجيب حالتهم المادية تمنعهم من السفر إلى تلك المحافظات وحياتهم باتت متعلقة بتصالح وزارتين لكن دون جدوى والله ساتحاتبني يا أخي منها مرة سلطان ومرة سلطان عنده شوتوا عملية ما فادت بي سوتوا عملية بالبصرة بغداد أما فادت في بالواسطي كل ما أسوي على ساس ما يقولون أن هناك أجهزة هنا بالجامعة بس ما شغلون يدوزون يقولون لا عندي حالة أطلو خارجة سمع البصرة ولا عندي حالة مثلا عسليمانية الله بدالك جاد أسا عاجار بشار خمسين ألف وقلوا الله على العالم هي تحسن علينا والله نوع من هم تطعون العاجارات لا هم يرحمون ولا يدعون رحمة الله تحل على العباد هذا هو الحال في جامعة الموصل متمثلة بوزارة التعليم العالي مد وجزر بين الصحة والتعليم وأرواح أبناء الموصل تحصد أمامهم دون رأفة أو رحمة من ذات المحافظة أحمد جفال قناة دجل الفضائية